على وقع الاعتداءات الحوثية على السعودية وتهديداتهم المستمرة للأمن الإقليمي والملاحة الدولية وخصوصاً تجارة النفط السعودي خدمة لأجندات إيرانية عقدت منظمة التعاون الإسلامي مؤتمراً لها على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة الاعتداءات الحوثية على سفينتي نفط سعوديتين قبل أسبوعين واعتبروا الاعتداء خرقاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية وتهديداً خطيراً للملاحة الدولية ويحمل ضرراً بالغاً على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر المجتمعون أعربوا عن تضامنهم التام عن مملكة العربية السعودية في كافة الإجراءات التي تتخذها من أجل حماية مواردها وأمنها واستقرارها وأكد اجتماع المندوبين الدائمين دعمه لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر وأشدد الاجتماع على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن كل التدابير الممكنة لضمان التنفيذ السريع والشامل لقراري مجلس الأمن 22-16 و22-31 لمنع تصعيد هجمات الحوثيين التي زادت من التوترات الإقليمية ومخاطر المواجهة الإقليمية ودعاه إلى محاسبة ميليشيات الحوثي ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم التي لا حصر لها ضد القانون الدولي ويمثل الاجتماع استمرارا لحالة التوحد الإسلامي خلف المملكة العربية السعودية في مواجهة الغطرسة الإيرانية ومشروعها الطائفي في المنطقة وخصوصا في اليمن وله أهمية بالغة في استمرار عملية التحالف باليمن لما تشكله المنظمة من ثقل على مستوى العالم العربي والإسلامي